أول قسم سنبدأ ببناءه هو الهيدر الهيدر تألف من اللوغو ومن قائمة من الروابط لحتى أبدأ فيها يأتي إلى هنا عند البضي وبدأ بكتابة عنصر الهيدر أول شيء اللوغو هنا يجب أن يكون هناك صورة ولكن هنا سنضع نص ولكن للتوضيح اللوغو سيأخذ class أيضا اللوغو هؤلاء القوائم سيكون بقلب ديف سنبدأ ديف سيكون عبارة عن A الهوم سيأخذني على الصفحة الرئيسية سيكون بالبداية لديه class active الرابط الثاني هو contact us سيأخذني على صفحة ال contact والرابط الثالث هو about us سنعطيه save ctrl s وهون refresh ctrl r أو F5 إذا تستعمل ويندوز منظر أن ناس طلع عنه هون لكن لسه يريده css ليس يصير شكله مثل هذا الشكل سنذهب على css وبدأ أول شيء أعطي كل عناصر html أي عنصر سيتواجد بهذه الصفحة سأعطيه margin0 و padding0 box sizing border box كونترول أريد أن أختار font family ctrl s refresh تحديث سأعطي style للهيدر ننسخها نأتي تحت شوي سأعطي الهيدر display flex ثم justify content space between ctrl s F5 ثم سأعطي العناصر التي ستكون بالنص align items center نغير خلفية العناصر ثم نعطيها padding من فوق ومن تحت نعطيها 30 بيكسل ثم نعطيها 20 ctrl s ثم تحديث ثم تحديث ثم نعطي style ثم نعطي style ثم سيكون اللون أسود ثم سيكون text align center ثم ال padding ثم سأعطي هذا الخط ثم سأعطيه text decoration none ثم سأكبر font size حجم الخط 18 و line height 25 ثم سأعطي الزاوية المائلة ثم سأعطي border radius 4 بيكسل ثم سأعطي style logo ثم سأكبر خطه ثم سأكبر خطه 45 ثم 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 font weight bold ثم نسينا محرف O ثم سأعطي الفارة فوق أي عنصر من هذه العناصر تتغير خلفية العنصر ثم سأعطيها ثم سأعطيه الخلفية. بما انه اول عنصر عندي اكتف نحن بصفحة الهوم بالصفحة الرئيسية بدي يتغير اللون ويصير خلفية ازرق مثل هوم. وكتب هدر اي دوت اكتف لانه احنا عطينا الهوم كلاس اكتف. الكنتاكت اس ما عندها كلاس اكتف ولا الابوت اس. منغير كمان اللون الكلر. نخليه وايت. ابيض. هيك تماما. هيك بنكون احنا خلصنا اول جزء بصفحة الهتمال. وصار بشبه جزء الاساسي.